هنا يا كابتن لما يقول بعد كل ده وبرضو ضربة جزاء بيكين برضو للفار ما رجعش فيها في ماتش ودي دجلة لما الناس بعد كل ده تقول انه ده تعمد ضد النادي الاهلي طبعا حقهم يقولوا كده طبعا طبعا ما هو انت اللي بتدي الحقيقة لجمهور النادي الاهلي ان يقول لا ده فيه بقى مؤامرة فيه تعمد فيه مشا الحاجات ده كلها ما انت انت اللي بتوصل جمهور النادي الاهلي انه هو يقول الكلام دوت لان حتى مباراة مباراة برضو الكرة بيكهم الحقيقة يعني واضحة جدا انه هو مجدود واضحة جدا ليه دي اه اه يعني يلعب بيكهم واضحة وبقى هي يعني هي عاقه وشده ويمنع انه هو يوصل للكرة هو ناقص يعمل ايه تاني عشان يحسبها ضرب الجزاء هو اللي كان ناقص انه ممكن كان يحسبها ضرب الجزاء انه هو ينزله على الارض ويعد ثلاثة مثلا اه لكن هي ضرب الجزاء واضحة جدا اعتقد ان احنا نخسر النادي الاهلي يخسر ست نقاط في تسع مباريات ده ظلم ده ظلم لا يعني حاجة لا تحتمل بصراحة وعارف فيه عندية تانية وانا مبقولش ان ده صح ممكن تخسر نقطة او ضرب الجزاء بس بيتحسب لهم نقطة تانية برضو بالزبط احنا مش عايزين ده ولا عايزين حد يحسب لنا حاجة احنا عايزين حقنا وبس يبقى فيه عدالة في كل المباريات بالزبط يعني يعني يمكن احنا عشان يعرفوا ان احنا مش بنتكلم بس عشان النادي الاهلي ما النادي الزمالك في مبارات اصوار ليه ضرب الجزاء ولا الفار بردك راح له ولا بتاع لكن للأسف الشديد النادي الاهلي الفترة الاخيرة دي بتعرض يعني ليه اخطاء يعني كثيرة جدا جدا النادي اتحرم من ست نقاط ظلم غير النادي اكيد اكيد فلا لازم واقفة و لازم واقفة كبيرة جدا و لازم واقفة كمان من اللجنة السلسية برئاسة احمد مجاهد الحقيقة انا عاوزهم حاجة احنا النهاردة انا بنشوف مدرب بيخرج مثلا عن المفروض السلوك الصح يعني بتوقف لعيب نفس الحكاية بتوقف انا عاوزهم حاجة عقوبات الحكام دولت ايه انا انا في رأي الحكم ده يبقى كمان فيه عقوبات مالية كمان عشان الحكم يبقى قاعد صاحي وقاعد كمان يبقى فير اذا كان في غرفة الفار او فيه جوه الملعب داخل الملعب الحكم الساحة لا لازم فيه عقوبات وعقوبات معلنة ما فيش حاجة اسمها العقوبات غير معلنة لان انا النهاردة طب انا ظلمت في ثلاث مباريات انا النهاردة ما فيش الحكم اللي ظلمني في الثلاث مباريات دولت او الحكام اللي ظلمونا في الثلاث مباريات ما بتعجبوش لا لازم تعجبوا